من أغرب الاستخدامات اللي ممكن تشوفها لقصفة الأظافر مش هتصدقها وفايد التقليم الأظافر كلنا عارفين إن الأظافر واحدة من علامات الجمال والنظافة الشخصية خاصة عند النساء وعشان كده وعشان كده لازم تكون نظيفة خاصة أظافر اليد واللي بنستخدمها طول الوقت عشان كده بتلجأ السيادات للحصول على أظافر جميلة وصحية وأنيقة وبعض السيادات بتروح لمراكس التجميل من أجل الحصول على أظافر جميلة والبعض الآخر بيعمل ده في المنزل وعشان كده بتحتاج لبعض الأدوات من أجل تقليم الأظافر وهي موجودة في جميع المحلات ومنها الصفة الأظافر واللي من خلالها بتحصل على أظافر لها مظهر جميل ونظيفة تقليم الأظافر مش عشان المظهر الجمالي فقط ولكن لها فوائد تانية كتير أول حاجة هي بتحميك من تسمم وده لأن الأوساخ المتجمعة تحت الأظافر بتكون ما يكروبه تاني حاجة قص الأظافر بيقويها وبيقلل تعرضها للكسرة وده من خلال تقليم الأظافر باستمرار وده بيزيد من صلبتها تالت حاجة وهي الأظافر الطويلة بتجعل الشخص مش بيقدر يستعمل إيده بسهولة علشان كده تقليمها بيجعلها أكتر مرونة أما استخدامات قصافة الأظافر العجيبة ممكن تستخدم الفتحة الموجودة في القصافة في الأعمال اللي دوية بالخيوط بوضع الخيط في الفتحة وإمداد الخيط وتوصيل القصافة بجانب بكرة الخيط ممكن كمان تستخدم اللسان الحديدي علشان تثبت الموبايل ممكن كمان تستخدم اللسان الحديدي كمفاك لربطه وفك المسامير ممكن كمان تستخدم الجزء المنحان في فتح زجاجات المياه الغازية وممكن تستخدمه كمان كبدل السكينة لقطع الأشياء دي كم من أغرب الأشياء اللي كان ممكن نعرفها عن القصافة ياريت عمالات الفيديو وتشتركوا في القناة